السلام عليكم طبعا كلنا نعرف ان احنا عندنا في الانجليزي حاجة اسمها formal and informal formal اللي هي اللغة الرسمية اللي بستخدمها في مواقف معينة and informal اللي هي الغير رسمية اللي بتميل شوية للعمية احنا النهاردة معانا كلمة informal اكيد انتوا عدت عليكم قبل كده اول ما عدتش عليه تعال نتعرف عليها كلمة ain't 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 الكلمة دي بستخدمها ازدي بستخدمها بديلة لي am not is not are not have not and has not تعالوا ناخد المثال ده عشان نفهم اكتر I ain't going to the concert I ain't going to the concert اضب ain't هنا am not I am not going to the concert يعني انا مش هروح الحفلة ناخد مثال تاني ونشوف ain't هنا بدل ايه she ain't at the club she ain't at the club ain't هنا اصدو بيها is not or isn't يبقى اصدو she isn't at the club يعني هي مش موجودة في النادي مثال كمان للتوضيح اكدر he ain't got a car ain't هنا مقصود بيها hasn't or has not يعني اصدو he has not got a car يعني ما عندوش عربي بكده نكون عرفنا ان اين تقدر استخدمها بدل من am not is not are not has not and have not بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة رب اكون قدلت اعفتكم استفاد من الفيديو ما ينساش like share comment and subscribe to my channel don't forget my pages on facebook twitter instagram and tiktok thank you for watching and bye bye